اشتركوا في القناة وشهداء الابطال الافياء لدينهم وامتهم فانها تتقدم باحر التعازي وصديق الموسى ليهالي وذوي الشهداء الابطال وتدعو الله ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيحا جناته وان يتقبلهم من الشهداء الابرار وان يمنع على المصابين بالشفاء العاجل وضف العميد المالكي ان قيادة القوات المشتركة للتحالف تدين الهجوم الغادر من بعض العناصر التابعة للحثيين باعتباره عملا عدائيا غادرا ترجمة نانسي قنقر